مجهزا بقناعا وقفازين وخزان من الرذاذ المطهر يذهب حلاق شهير في بريشتينا إلى الزبائن المحجزين في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ليقص لهم شعرهم لست خائفا نظرا إلى أن لدي قناعا وقفازات والمطهرات التي أستخدمها لتعقيم زبائني ونحاول أن نكون حاذرين قدر الإمكان ومثل معظم الشركات الأخرى في بريشتينا أغلق سالون كاميري بموجب الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار الفيروس في كوسوفو ويتلقى كاميري مكالمات منزلية من الراغبين في الحصول على خدماته لكنه يقوم بعملية التجذيب في الهواء الطلق لتقليل أخطار الإصابة بالفيروس أحببت الفكرة طالما أن هذا الوضع مستمر في بلادنا وفي العالم لما لا يمكن أن أحصل على قصة شعر في المنزل وبشكل آمن ومع وجود أكثر من أربعين ألف متابع له على إنستجرام يعد كاميري المعروف للزبائن باسم توني أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في كوسوفو وينشر بانتظام صور عمله على هذه المنصة